أنقلك سؤال من أحد المشجعين لنادي الزمالك صديق عزيز جداً ووالله اكتسبته من خلال البرنامج دولة الناسبة يعني الرجل شاف فينا مصدقية شاف فينا حيادية لحد كبير فبقى فيه تواصل بشكل فأقل بالله عليك اسأله أستاذ محمد طارق أول سؤال لأن ده السؤال اللي بيشغل بال كل جماهير نادي الزمالك أزمة القيد إيه آخر التطورات فيها لأن جمهور نازمك معزور كل ما يخلص أزمة يخش في اللي بعديها وجمهور نادي الزمالك جمهور وافي جداً في الحقيقة وفي نفس الوقت عايز يبصد بفرقيته وعايز يبصد بناديه لأن في الأول وفي الآخر اسم نادي الزمالك اسمه عريق جداً وطاريخ نادي الزمالك في إفريقيا تاريخ كبير جداً فالجمهور صعبان عليه نفسه عايز يخلص من كل هذه التراكمات الناتجة عن أخطاء إدارية سابقة إيه الجديد في ملف ده؟ يعني أنت أنت بتكلم كلام مصبوط أنت بدل ما تستخدم فلوسك أو الموارد اللي بيجي لك في حاجات جديدة تضيف للنادي أنت كلها بتحاول تحل بيها أزمات أو أواضي على النادي الفترة اللي فاتت فطبيعي بتهلك النادي بشكل قوي جداً أنا عايز أتضمن الناس نفس السياسة بالضبط اللي كانت موجودة الفترة فاتت دي تاني أزمة كد من ساحة ما جينا المجلس بأننا سبع شهور لوقتي صعب وأرقام مش قليلة وبشوف أن كان الطريق التعامل معه في الأساس كان غير موفق يعني مثلا ما تيجي ترجع لموضوع شكبالة هو في أساس المبلغ كان حوالي 3.800.000 في الآن خلص وصل أنه بقى 1.5 مع بقية غرامات تانية بقى رقم كبير مع تغير عملة فبقيت أنت النهاردة مجبر أنت يدفع رقم ده كذلك نفس الموضوع بتاع خالد بوطايب يعني أنا كان بالنسبة لي كنت أشوف أن في الأساس لو كنت جيبت الراجل وهو راجل مهزب ومحترم ده اللي أنا عرفه عن خالد بوطايب كان هيبقى فيه طريق التفاوض أسهل كان هيبقى فيه النهاردة مساحة أنه بدأ ما تدفع قيمة العهد كله بشكل ده لأكنت ممكن تخلص مع الديل بشكل بروفيشنال ساعتها ويبقى الرقم كان يبقى قليل وكان ما يحتاج تخلي صورة الزمالك على طول صورة سيئة الفترة اللي فاتت أنت في كل الاتحادات إذا كان داخلية أو خارجية أنت عندك مشاكل أنت على طول لما تجي تخش على الانترونيت أو أي حاجة بتشوف حاجة فيها أزمات أو حاجة فيها وقف قيد لازم تلاقي اسم الزمالك موجود الزمالك كيما كبيرة مش ده الشكل الطبيعي اللي يزار بيناد الزمالك بسحابة بيطمن الناس سياسة كابتن حسين أو سياسة المجلس بشكل عام إحنا ما بنتلعش نعلن عن حاجة أو ما بنتقولش حاجة تغلمة بتبقى خلاص حسيمة نفس الموقف حصل المرة فاتت نفس الموقف حصل في فتوح مرة واحدة ظهر للناس أنه فتوح جدد مرة واحدة ظهر للناس أنه الكيد اتفك طبيعي أنه لازم الكيدة إن شاء الله بإذن المرماطع الكيد بإذن الله لازم يتفك قريب أكيد خلالك من حاجة هو مش فارق قريب أو بعيد دلوقتي لأنه أنت لسه سيزون شغال بس فارق في حساباتك فارق في تجهيزاتك لموسم الانتقالات طبيعي أنه أنت بتدي ساكل بقية اللعيبة أو الأندية أننا كل عندي الأمور على ما يرام ده طبيعي بس خلي بالك برضو أنت عندك أولويات في الصرف بتاعتك نفسها عندك النهاردة التزامات كبيرة من الصغيرة إذا كان داخلية في ألعاب جماعية في الجوة النادي كورة أو ألعاب صلاة كذلك عندك النهاردة مشاكل تانية خارجية محتاجة برضو ألية صرف قوية مش صغيرة فطبيعي كابتن حسين ودكتور حسين مندور برضو بواجه لهم تحية كبيرة وحابب أننا النهاردة أدي مساحة برضو للمجلس لأن الناس فعلا بتعمل محترم أو دكتور حسام من أكثر صراحة من ناس شطر يعني لو إحنا 12 فرد في المجلس ومعنا في ناس أكيد بتساعدنا بره زي دكتور عبدالله جورج بردو بوجله تحية طبعا طبعا بشخصات كمينا أنا بحب أهوى على فكرة الزمالكوية أنا بحب برجع على حاجة في تاريخ ناتي الزمالك برجع على اكتران طبعا طبعا فبصراحة أكثرنا شغلا وتعبا يعني كلنا بنشتغل ده أكيد طب الناس مش مؤثرة جدا بس كابتن حسين بالذات ودكتور حسام بالذات بيعملوا مجهود غير طبيعي بصراحة يعني 24 ساعة أي وقت هتروح النادي هتلاقي الاتنين قاعدين في مكاتبهم بيحلوا كل الأمور بيسوا على طول النادي الزمالك يزر بصورة كويسة فيعني بصراحة لازم أوجدهم تحية كبيرة وبرضو في نفس الوقت مع الحلقة هسر تفاصيل أغلب الناس في المجلس بيعملوها محدش يعرف أنا حاجة فيها إنكار ذات كبير ودي سياسة برضو كابتن حسين يعني راجل لما حتى ظهر في انترفيوه بعد ما أخدنا البطولة هو راجل ما حاولش يتكلم عن نفسه حاول على طول يتكلم عن مجلسه بشكل قوي جدا في إنكار ذات وحتى لو في حاجات فيها انتقاضات أو سلبيات هو راجل عنده صدر رحب كبير ما بيكبرش في الغلط لو شاف إن في حاجة فيها خطأ وفي نفس الوقت على طول بتلاقيه إنه هو الخط لو في خطأ أنا المسؤول عن خطأ بالعكس ده يعني مجلسي كله ما لوجه علاقة بالحاجات السلبية أنا يا جماعة اللي في الوش وخلي بقى من حاجة دي مش الحقيقة لأن الحقيقة بما يرضي الله لأ إحنا كلنا بالشارك بس دي حاجات أعساب له أه طبعا طبعا لا هو راجل أنا باحترم جدا اسلوب وطريق كابتن حسين واحترامه راجل نادي الزمالك كان محتاجي بعنده شخصية بالشكل دوت وخلي بقى من برده وفي حاجة ناس كتيرة متعرفاشا كابتن حسين تحين شخصية كهوية جدا مش بالصورة يعني يعني راجل إليجاند راجل هادي راجل شيك بس في نفس الوقت بيعرف إمتى ياخد حق نادي الزمالك إمتى الوقت المناسب اللي لازم خلاص هدوس فيه على أي حد هيجي على مصلحة نادي الزمالك فهو بصراحة يعني هو الأهم من كل ده إن الكابتن حسين لبيب هو رجل مسؤول يعني حجم المسؤولية المرقعة عليه يعني المسؤول لازم يكون عارف أبعاد كلامه ده أكيد تمام وإيه اللي ممكن يتفهم من كلامه وإيه المشاكل اللي ممكن تحصل أو التعصب اللي ممكن ينتج عن كلامه كمسؤول لنادي كبير جدا زي نادي الزمالك أنا عارف كويس إن الكابتن حسين لبيب عارف قوي 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 دوره ومسؤولياته ودي حاجة تحساب له جدا وإذا تسمح لي أضيف لك حاجة زيادة أنا عشان متربي في نادي الزمالك أوي فعاشرت من سنة سبعة وتعسين مع عاشر كل الأجواب بيختلف أوي لما في أندية بقيمة الزمالك والأهلي اللي يبقى على الرأس الهرم راجل رياضي في الأساس مارس الرياضة فبتختلف بشكل كبير جدا عارف يعني يتعامل مع اللعيبة عارف النهاردة إمتى يبقى في حزم عارف إمتى يحتوي إمتى النهاردة يحط بونس أو حاجة زيادة لللعيبة عشان يطلع منهم أقصى حاجة فأنا شفت إن فعلا النادي الزمالك والأدي الأهلي لازم على طول على الهرم أو الرجل اللي بيليد الموضوع أو رئيس النادي لازم يكون شخص مارس الرياضية بزرق ويتفرق أكتر كمان لو هو بتاع إدارة الرياضية مارس الإدارة الرياضية فدي موجودة ما شاء الله في إذا كان كابتن حسين وموجودة في كابتن نشام فدي بيضيف كتير حتى لو فيه إخفاقات أنا مادرش فيه وقت كتير معك فالحالة كتير بأتكلم معك بسيخة الزمالكاو مش بسيخة عدو الزمالكاو فيه إخفاقات آه فيه إخفاقات بس أنت النهاردة بصفتك عضو مجلس إدارة ده مهم جدا من نسبة أساسي الموضوع أكيد بس فيه كلام في اسلوب كلامي هتلاقي على طول بيتجه شوية ناحية الجمهور حتى النهاردة فيه جمهور كتير كان مدي أو عنده شوية عتاب أن أنا ظاهر بس أتمنى أن أنا بعد الحلقة بردود الفعل مختلفة ويشوف أن محمد الحمد لله بأي حاجة فيها مصلحة الزمالك أو دفاع عن نادي الزمالك الحمد لله أنت شخصية محترمة بتحب جدا نادي الزمالك ده لأنا عرفه عنك حتى قبل ما نتكلم مع بعض أول مرة أسمع دايما أن أنت من مشجعين الجامدين أو النادي الزمالك بتحب النادي قوي حريص جدا عن مصلحة النادي في دي حاجة ما أقدرش ما أقدرش حد يختلف خليك برضو دي مهمة جدا أنت تحترم كل الناس بتحترم المنافس بتاعك طبعا